أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهم على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهم العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها خزنتها ألم يأتكم نذين قالوا بلى قد جاءنا نذين فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضيال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقد ما كنا ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحق لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء من في السماء أن يغسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أم لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسق لزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه تبكرنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم صدق الله العظيم